طلبة الطلبات الصف الثاني الإعدادي أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الدراسات الاجتماعية درس النهاردة هو أول درس من دروس التاريخ درس النهاردة هنعرف فيها أحوال شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام العالم في الفترة دي كان محتاج إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليرشد الناس إلى عبارة الله الواحد الأحد وينشر فيه قيم العدل والمساواة والتسامح والرحمة لأن في الفترة دي العالم كان مليان بالظلم وكان مليان بالفساد في كل الأمم وكل الشعوب وفي كل مجالات الحياة سواء كانت مجالات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية تعالوا بينا مع بعض نعرف العالم في الفترة دي كان بتكون من دول إيه يعني احنا النهاردة في دول عالم كتيرة جدا دولة الولايات المتحدة الأمريكية دولة روسيا دولة الصين لكن العالم قبل مجيء الإسلام وقبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم كان بتكون من دول إيه؟ أول بلد عندنا هي الإمبراطورية الرومانية اللي هي دولة الروم دولة الروم دي زي ما احنا شافينها هي بتحتل بلاد الشام وبتحتل بلاد مصر يبقى كده كانت الإمبراطورية الرومانية أو دولة الروم تحتل بعض البلاد العربية زي إيه؟ زي مصر وبلاد الشام طيب الدين الرسمي عندهم كان الدين لإيه؟ كانت الديانة المسيحية وهي دينا رسميا للبلاد الدولة التانية اللي عندنا هي دولة الفرس ودولة الفرس كانت بتحتل بعض البلاد العربية زي بلاد مين؟ زي بلاد العراق وزي بلاد اليمن طيب دولة الفرس كانت الديانة الرسمية عندهم الديانة إيه؟ الديانة الوسانية كانوا بيعبود النار كمان يبقى دي تاني دولة كانت موجودة في العالم قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل مجيء الإسلام تالت دولة عندنا هي دولة الهند المسلس اللي موجود فيه المحيط الهندي دولة الهند ودولة الهند بقى كان فيها عبادات كتيرة جدا كان البعض منهم بيقدسوا البقار وبعض منهم بيقدس الزواحف يبقى كان فيه ثلاث دول قبل ما جاء الاسلام طب بلاد العرب اللي هي شبه الجزيرة العربية بنلاقي ان شبه الجزيرة العربية قامت فيها حضارات قديمة جدا زي حضارات ايه؟ زي حضارة قوم عاد وقوم سمود اتكلم عنها الكرآن الكريم يبقى بعض الحضارات القديمة قامت في شبه الجزيرة العربية ها زي مين؟ زي اقوله زي حضارة قوم عاد وقوم سمود قامت فيها دول وممالك اخرى زي بلاد الحيرة والغساسنة ودي موجودة في شمال شبه الجزيرة العربية في المنطقة دي قامت كمان بعض الممالك وبعض الدول في الجنوب جنوب شبه الجزيرة العربية زي مملكة معين ومملكة اسمها سبق ومملكة اسمها حمير ودولة موجودين في جنوب شبه الجزيرة العربية لكن بنلاقي ان غرب شبه الجزيرة العربية قامت فيها مدن كانت فيها مدن مهمة جدا زي مدينة اسمها مدينة مكة المكرمة ومدينة تانية عندنا مدينة اسمها مدينة يسرب ودولة موجودين في شبه الجزيرة العربية يبقى شبه الجزيرة العربية عندنا قامت فيها حضارات قديمة زي حضارة قوم عاد زي حضارة قوم سمود قامت فيها بعض المدن موجودة في غرب شبه الجزيلة العربية زي مدينة مكة وزي مدينة ياسلب اللي هي بعد كده تسمت باسم المدينة المنورة قامت فيها ممالك موجودة في الجنوب زي مملكة معين ومملكة سبق ومملكة حميون ودلوقتي تعالوا مع بعض نعرف بقى أحوال شبه الجزيلة العربية الناس اللي كانت عاشة هناك دي أحوالها الدينية كانت ايه؟ يعني بنلاقي إن شبه الجزيلة العربية نزل فيها كل الأنبياء كل الأنبياء عاشوا فيها زي نبي الله هود ونبي الله صالح ونبي الله شعيب وإبراهيم سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل لذلك أهل مكة عرفوا التوحيد والإيمان بالله والمقصود بالتوحيد هو عبارة الله الواحد الأحد وبعد كده سيدنا إبراهيم كانت الديانة الرسمية بتاعته هي الديانة الحنفية لما يجي يقولك ما المقصود بالديانة الحنفية تقوله هي عبارة الله الواحد الأحد الذي لا شريك له على ديانة سيدنا إبراهيم عليه السلام وفضل أعداد قليلة جدا على عبادة هذه الديانة فضلوا على ديانة سيدنا إبراهيم عليه السلام ومع مرور الزمن دخلت على شعب شبه الجزيرة العربية عبادة الأصنام لذلك ربنا سبحانه وتعالى كان لازم أنه يظهر دين جديد وهي الديانة اليهودية اللي هي ديانة سيدنا موسى والديانة المسيحية وهي ديانة سيدنا عيسى ودي كانت في أجزاء قليلة من شبه الجزيرة العربية يبقى الحاد دينية بتاعة شبه الجزيرة العربية عرفوا التوحيد على ديانة سيدنا إبراهيم عليه السلام الحنفية اللي هي تسمت الديانة الحنفية وبعد كده ظهرت الأصنام ثم انتشرت في أجزاء قليلة من شبه الجزيرة العربية الديانة اليهودية والديانة المسيحية طب ده بالنسبة للحياة الدينية تعالوا مع بعض نعرف الحياة السياسية هل شبه الجزيرة العربية كان بيحكمها ملك؟ هل كان بيحكمهم رئيس؟ لا كان النظام القبلي هو النظام السائد بقول قبلي يعني قبيلة طب مين بيحكم القبيلة؟ اللي هو أهم فرد فيها وهو شيخ القبيلة يبقى لو جالك السؤال ده تقوله لأنها كانت عبارة عن قبائل متفرقة لكل منها شيخ يحكمها طب ازاي بيتن اختيار هذا الشيخ؟ بنختاره ازاي؟ بيتن اختياره من بين أفراد هذه القبيلة وكانت من أشهر القبائل في الجزيرة العربية قبيلة كريش ودي كانت موجودة فين؟ كانت موجودة في مكة هي أشهر قبيلة عربية حتى كمان اتذكرت في القرآن الكريم لإلاف كريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف وده هنستخدمه بعد كده في الحالة التصادية طب القبائل دي كان إيه اللي بيحكمها؟ كان بيحكمها قانون بيحدد حقوق وواجبات كل فرد في القبيلة يبقى كل قبيلة كان لها شيخ كان لها قانون وكده احنا عرفنا إن أشهر قبيلة هناك هي قبيلة كريش طب السؤال هنا بقى لما أجي أقول لك يعني إيه كلمة قبيلة؟ كلمة قبيلة يعني قرايب مع بعض قرايب كتير يعني ولاد عم ولاد خال قرايب يبقى لما نيجي نقول ما المقصود بالقبيلة هتقول لي هي جماعة من الناس ينتبون إلى أصل واحد وتربطهم رابطة الدم والنسب والعصبية ده المقصود بمصطلح قبيلة وده كده بالنسبة للحياة السياسية تعالوا مع بعض نعرف مظهر تاني من مظاهر شبه الجزيلة العربية ونتكلم على الحياة الاقتصابية بيشتغلوا في إيه؟ بنلاقي أن أهل شبه الجزيلة العربية كانوا بيشتغلوا في حرفة الرعي وكانوا بيشتغلوا في الزراعة والصناعة والتجارة طيب السؤال هنا بقى الحرفة الرئيسية عندهم هي حرفة إيه؟ هي حرفة الرعي الرعي اللي هو البدوي اللي معه شوية غنم بيمشي بيهم في الصحرة بيبحث عن حاجتين شوية عجب وبيبحث عن الماء طيب الزراعة هل كانت كتيرة؟ لا بالله أنها كانت قليلة بما تفسر أقول له بيسبب إيه؟ نظرة الأمطار طيب الصناعة كانوا بيصنعوا إيه؟ بيصنعوا عربيات؟ لا شعب شبه الجزيلة العربية كانوا بيصنعوا الرماح وبيصنعوا الصيوف ودي كانت لطباقتهم السياسية قبائل بقى بتحرف بعض يبقى هم عرفوا بعض الصناعات مثل صناعة الرماح اللي هو الرمح والصيوف جمع كلمة سيف طيب بالله هم كمان هم بيشتغلوا في حرفة التجارة حرفة التجارة اتذكرت في الكرآن الكريم رحلتي الشتاء والصيف رغم أن هم كانوا عاشين في صحرة رمال واسعة كسبان رملية لكن ربنا سبحانه وتعالى ادى لهم الطعام وادى لهم الأكل وأمن لهم حياتهم الاجتماعية عن طريق رحلتي الشتاء ورحلتها الصيف طيب رحلة الشتاء كانوا بيروحوا فين؟ بالله أن هم كانوا جاء أذهبوا إلى اليمن ورحلة الصيف كانوا بيروحوا فين؟ بيروحوا إلى بلاد الشام وهنا سؤال مهم يقول لك أكمل رحلة الشتاء إلى نوع تقوله إلى اليمن أما رحلة الصيف إلا رحلة إيه؟ اللي هي رحلة بلاد الشام دي كانت رحلة إيه؟ رحلة اقتصادية يعني ما كانوش بيتفسحوا لكن الهدف منها التجارة وده كده بالنسبة للحياة الاقتصادية رابع مظهر هنتكلم عليه النهاردة هي الحياة الثقافية عند شبه الجزيرة العربية بالنها أن العرب اشتهروا بالشاعر واشتهروا بالخطابة لأن أسواقهم ما كانتش للتجارة فقط يعني ما كانوش بيشتروا ويبيعوا بس فيها أمال كانت لإيه؟ كانت ميدانا لتنافس الشعراء كل شاعر يعني فيه تنافس ما بين اثنين شعراء مثلا وأحسن واحد يقول شاعر هو ده اللي ايه؟ هو ده اللي يفوز وهو ده اللي يتحصل على الأموال يبقى لو جالك سوال قالك بما تفسر لم تكن أسواق العرب مجانا للتجارة فقط أقول له لأنها كانت ميدانا لتنافس الشعراء والخطابة طب أشهر شاعر عندهم هو مين؟ هو النابغة الدبياني ده أشهر شاعر عند العرب طب أشهر أسواق عند العرب عندنا سوئين مهمين جدا سوء اسمه سوء عقاز والسوء التاني اسمه زي المجاز يبقى احنا دلوقتي كده عرفنا أشهر شاعر وأشهر أسواق العرب في ذلك الوقت خمس حاجة هنتكلم عليها النهاردة هي الحياة الاجتماعية يعني حياة اجتماعية يعني المجتمع علاقة الفرد دي المجتمع احنا النهاردة على سبيل المسال دولة زي مواصر كده ايه الفئات الاجتماعية اللي بتعيش فيها بالله بقى ان احنا عندنا أطباء مهندسين معلمين وزراء محامين رجال شلطة ورجال جيش لكن الحال الاجتماعية عند العرب قديما في شبه الجزيرة العربية كان المجتمع العربي بينقسم بالليمون هما كانوا بينقسموا الى بدو وحضر البدو اللي هما سكان الصحراء اللي بيعيشوا في الصحراء وشغلوهم هناك وحياتهم كلها هناك لكن الحضر هما اللي بيسكنوا المدن زي مدينة ايه؟ زي مدينة مكة زي مدينة ياسرب يبقى الحال الاجتماعية هناك انقسم المجتمع العربي الى فئتين اجتماعاتين هي فئة البدو وفئة الحضر طيب السؤال بالمهم هنا شكل المجتمع حياتهم عاملة ازاي؟ هل كلها عادات سيئة؟ ام هل كلها عادات ايجابية؟ تعالوا مع بعض نعرف ايه هي العادات السيئة اللي كانت موجودة هناك كان عندهم عادة سيئة جدا هي عادة دفن البنات احياء اسمها وقد البنات دي عادة سيئة جدا كمان عندهم عادة سيئة هي شرب الخمر النهاردة مثلا بنتكلم على شرب الخمر وكمان شرب المخدرات دي عادة سيئة زمان كان فيه شرب الخمر كمان عندهم عادة سيئة وهي لعب الميصر اللي هو لعب الكمار كمان الاخذ بالصقف وكأن ما فيش قانون لكن النهاردة فيه قانون بيحدد حقوق وواجبات كل فرض وبنرجع لهذا القانون يبقى العادات السيئة عند العرب أقول له وقت البنات شرب الخمر ولعب الميصر والأغذ بالصق طب العادات الإيجابية الجميلة هناك في المجتمع العربي والعرب بالليون هم هناك عرفوا بعض أخلاق الحميدة الأخلاق الجميلة زي الشجاعة زي الكرم الكرم تكرم ضيفك زي الوفاء بالعهد محدش يعني يقول عهد جل ما يافي به العافو عند المجدرة ودي عادة إيجابية جدا كمان عندهم عادة إيجابية جميلة وأخلاق حميدة وهي حماية الجار وعندهم كمان الصبر يعني كان عندهم عادات سيئة وكان عندهم عادات إيجابية وأخلاق حميدة جدا في المجتمع العربي طب السؤال هنا بقى سؤال مهم جدا المرأة النهاردة بتشتغل في كل المجالات طبيبة وكمعلمة كمهندسة في كل المجالات طب المرأة زمان هل كان لها دور؟ آه كانت المرأة تمتعت في الفترة دي بما كان عليه بعض النساء لاست كل النساء لأن هما كان عندهم وقد البنات طب بعض النساء كمين كالسيدة خديجة بنته خويلد رضي الله عنها اللي هي زوجة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ده كده بالنسبة للمجتمع العربي عرفنا أحوال شبه الجزيلة العربية عرفنا أن العالم كله ولاست شبه الجزيلة العربية كانوا محتاجين للنبي صلى الله عليه وسلم ليرشد الناس إلى عبادة الله وحده ولينشر القيمة الحميدة زي الأخاء وزي العدل وزي المساواة لذلك كان العالم في حاجة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تعالوا بينا مع بعض كده نحل بعض الأسئلة السؤال الأول بيقول لي اكتب ما تشير إليه كل عبارة من العبارات الأفاية رقم واحد دولة اعترفت بالمسيحية دينا رسميا واحتلت بلاد الشام وكمان بقولك أنها احتلت مصر أقول له دولة مين؟ برافو دولة الروم لذا دي أول دولة عندنا طيب رقم اتنين بيقول لي من أشهر شعراء العرب قبل ظهور الإسلام ها مين؟ حد فاكر اسمه؟ بالضبط كده النابغة الزبياني النابغة لإيه؟ أقول له الزبياني جميل سؤال التالب بيقول لي من أشهر القبائل اللي سكنت مكة قبل الإسلام اللي كانت قاعدة في مكة وش طهرت جدا وتزخرت في الكرآن الكريم أقول له قبيلة إيه؟ قبيلة كريش قبيلة كريش برافو السؤال التاني بيقول لي أكمل العبارات الأتية بكلمات مناسبة بيقول لي كثرة العبادات في نعط وكانوا يقدسون البقر مين الدولة دي؟ دولة الروم؟ لا دولة الفرس؟ لا أما لدولة إيه؟ دولة الهند يبقى دولة الهند طب كانوا بيقابدوا إيه؟ كانوا بيقابدوا البقر؟ وكمان كانوا بيقابدوا الزواحف برافو السؤال التاني عندي بيقول لي انتشرت الديانة نقط والديانة نقط في أجزاء قليلة من شبه الجزيرة العربية أقول له الديانة لإيه؟ الديانة اليهودية برافو يبقى الديانة اليهودية طب والديانة لإيه كمان؟ الديانة المسيحية السؤال التالي بيقول لي انتشرت بعض العبادات السلبية في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام زي إيه؟ زي عادة سلبية جدا وهي عادة وقد البنات وقد البنات يعني دفن البنات أحياء وقد البنات طب وإيه عادة كمان عندنا عادة كمان اللي هي شرب الخمر ممكن أقوله إيه كمان ممكن أقوله لعب الميصر ممكن أقوله إيه كمان ممكن أقوله الأغز بالصابر وبكده انتهينا من شرح الدرس الأول من مقرر التاريخ وأتمنى نقوم فيهلنا الدرس وللقاء آخر في درس جديد من دروس مفضية الدراسات الإلكتماعية